الاتحاد الافريقي اعلن فريق الاسبوع طلعوا لنا يا شباب اتنين من النادي الاهلي زينوا هذا التشكيل وعلى فكر الاتنين بالنسبة لي كان يعني مش مفاجئة طبعا الاهلي كله كان بسحق الفريق كان متقلق جدا بس كان فيه ناسي يعني مثلا زي انا توقعت ياسر ابراهيم بصراحة يعني ما تحطش في التشكيل تحط محمد هاني الباك رايد وتحط حمد فتحي لعيب خط النص بتاع النادي الاهلي خط النص المدافع انا توقعت ياسر ابراهيم لازم يا جماعة ياسر ابراهيم عامل ماتش ضخم جدا والشناوي يعني كان فيه نجوم تقلقت حقيقة برضو يعني وهاني تقلق جدا وحمد فتحي تقلق جدا حسين الشحات تقلق جدا لكن الحقيقة الكاف اختار محمد هاني واختار حمد فتحي عندي تصريح من احد النجوم التوانسة يعني بالمناسبة يعني احنا بنتكلم على الاهلي وبطولة يعني دور ابطال افريقيا والتقاهل النادي الاهلي بص يا سيدي خالد القرب طبعا ده احد نجوم تونس قال تصريح غريب جدا طبعا هو تصريح انا بص يعني هتبره تصريح تحفيزي يعني يعني مش مش هتبره تصريح في تقليل من نادي الاهلي ان ما هو بيحاول يحفز طبعا والراجل في الاخ التونسي وراجل يعني ترجاوي بيلافت في الترجي واحد نجوم الكرة التونسية واحد الناس اللي يعني اللي عايزة الترجي يكسب فراجل قالك من الممكن ان تخاف من سانداونس ولكن الاهلي فريق عادي ومتواضع والرجاء كان يستحق التقاهل والترجي بالغيابات قادر على الاطاحة به انا عايزة اقول ان خالد القربي نجب كرة التونسية يعني ان الاهلي فريق عادي من وجهة نظرك ماشي يعني عادي انا ممكن يعني اشطح كده بدماغي وقولك ريال مدريد فريق عادي ومانو لو حد من ريال مدريد قالوله ده فيه اعلام في مصر اسمه شبانة قال ريال مدريد فريق عادي حيقولوله ايه في الريال هناك يعني بيسيبك منه يا عاما ده راجل بيفكر على قده يعني فلما تقولي فريق الاهلي عادي هقولك يا عاما انت بتفكر على قدك مش مشكلة يعني لكن متواضع يعني الاهلي يا كابتن خالد الكابتن نبيل معلول قبل قرع الدور التمانية لما سئل قالك انا مستعد اروح للنادي الاهلي ألعب معه بس ما روحش أقابل سمبه في أدغال أفريقيا فالإعلام التونسي كله هاجم الكابتن نبيل معلول قاله لا روح لآخر بقعة في أفريقيا بس ما تروحش تقابل الاهلي لانك لو قبلت الاهلي هتبع عندك مشكلة كبيرة جدا ترج التونسي خسر من الزمالك هنا 3-1 كسب الزمالك هناك 2-0 والزمالك مش احسن حاجة سنادي الحقيقة يعني النادي الاهلي اللي كسب الرجاء النادي الاهلي اللي حقق إنجازات النادي الاهلي بكاسة العالم الأندية هذا تصريح يعني أنا هحترم أنت عايز تحافظ فرقيتك لكن لا تقلل أبدا من النادي الاهلي